استكملت وزارة صحة تنفيذ المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات أكدت الوزارة على أن المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى صدر الفيوم مضيفة أن الفريق تفقد أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والقسم الداخلي والعناية المركزة والمناظير وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى والتأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات